اشتركوا في القناة من مقاومة العقوبات وبحسب الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة فان التعاملات المالية لايران تنفذها بنوك صينية واخرى غربية ومن الشرق الاوسط بالتعاون مع شبكة من مكاتب الصرافة والحسابات البنكية والشركات الموكلة من قبل طهران خارج البلاد الصحيفة الامريكية قالت ان هذه الشبكة تقوم ببيع النفط لمشترين اجانب وتتلقى الاموال بالدولار واليورو ومن ثم يتم تحويلها الى بوابة الكترونية يديرها البنك المركزي الايراني لتسوية هذه المعاملات بين المصدرين والمستوردين الايرانيين والحصول على مليارات الدولارات كما كشفت وولد ستريت جورنال في تقريرها عن بيانات مصرفية لبنوك اتش اس بي سي هولدينج وستاندرد تشارتريد تظهر تقديم عدد من الخدمات للشركات التي اجرت تعاملات محظورة نيابة عن مصدرين ايرانيين يذكر ان العقوبات الامريكية التي فرضت في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترام تحضر على البنوك الدولية او المؤسسات المالية ادارة حسابات للشركات الايرانية بهدف عزل ايران عن الوصول للعملات الاجنبية اشتركوا في القناة